أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة تحقيق العداء أيونيس كيروا المركز الأولى والميدالي الذهبية في سباق ماراثون ناكويا الدولي الذي أقيم في اليابان مؤخرا وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن فوز العداء يعكس التألق البحرينية في سباقات الماراثون بفضل ما يحضون به من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في سباقات الماراثون يجسد المكانة الرائدة لرياضة ألعاب القوى البحرينية التي دأبت على الدوام لتكون واجهة مشرفة للرياضة البحرينية بمختلف المحافل الخارجية وأضاف سموه أن هذا الإنجاز الجيد يشكل مدعاة للفخر والاعتزاز بمستقبل أكثر تميزا لرياضة ألعاب القوى البحرينية في الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد ريو 2016 في الصيف المقبل ترجمة نانسي قنقر